بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم أصدقائي وأحبائي مرحبا وأهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية أو مرحبا مرة أخرى اليوم وبإذن الله تعالى في فيديو اليوم سوف نتطرق ونتناول اختبار في مادة التاريخ رح نشرح ورح نحلو اختبار في مادة التاريخ أن اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي النموذج الأول وقبل أن نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو أكيد وتفعيل زجر والسنبيهات سليس لكم كل فيديو جديد ننشره على قناتنا التعليمية وحسابي على الانستغرام سوف يكون في اسم دقل الوصف اللي نبدأ التمرين الأول التمرين الأول أكتب كل كلمة في مكانها المناسب أكتب كل كلمة في مكانها المناسب أعطاني مجموعة من الكلمات وإعطاني فقرة نقص منها مجموعة من الكلمات سنكتب كل كلمة في مكانها المناسب عندي تبدأ مرحلة العاصر القديم المرحلة العاصر القديم تبدأ من اكتشاف ماذا إلى سقوط ماذا يعني هنا على سقوط ماذا وشو الدولة أو المكان اللي سقط على يد القبائل الجرمانية إذن هنا رح نكتبه بواش بدات أو هنا عندي تبدأ مرحلة العاصر القديم من اكتشاف ماذا وش كتشفو إلى سقوط ماذا يعني وش سقط على يد القبائل الجرمانية ثم تبدأ مرحلة العاصر الوسيط من سقوط رומا مرحلة العاصر الوسيط تبدأ من سقوط روما إلى فتح ماذا مش فتحه وعندها تبدأ مرحلة العاصر الحديث من فتح القسطنطينية إلى قيام إلى قيام ماذا وتبدأ وأخيرا عندي تبدأ مرحلة العاصر المعاصر من ثرة الفرنسية إلى إذن نحظوا هنايا لازم نكون ذاكي فقط باش نحلها التمرين نلاحظوا قلي تبدأ مرحلة العصر القديم أكيد من اكتشاف ماذا؟ من اكتشاف القسطنطينية لا من اكتشاف الكتابة إذن تبدأ مرحلة العصر القديم من اكتشاف الكتابة إلى سقوط ماذا؟ سقوط روما هناك فعرفت روما نلاحظوا كي سقطت روما يعني هو كي سقطت روما على يد القبائل الجرمانية انتهت مرحلة العصر القديم موش بدات بدات مرحلة العصر سأعطني الإجابة تبدأ من سقوط روما يعني الحدث الذي يبدأ به العصر الواسيط هو الحدث الذي ينتهي بها العصر الذي قبله العصر القديم إذن إلى فتح ماذا نفس الشيء هذا الحدث الذي يبدأ به العصر الحديث وهو فتح القسنطينية فتح القسنطينية راح يخلص به العصر الذي قبله وهو العصر الواسيط يعني لازم نشوي ذكاب فقط باش نحلها التمعين عندي من سقوط روما إلى فتح ماذا فتح القسنطينية الآن عندي تبدأ مرحلة العصر الحديث من فتح القسنطينية إلى قيام ماذا إلى قيام أكيد الثورة الفرنسية وإلى يومنا هذا يعني هنا راح نكتبه بواج تبدأ كل مرحلة من هذا المرحل الأربعة وبواج تنتهي تبدأ مرحلة العصر القديم من اكتشاف الكتابة إلى سقوط روما وهذا كان على يد القبائل الجرمانية تبدأ مرحلة ثانية المرحلة الثانية وهي مرحلة العصر الوسيط تبدأ مرحلة العصر الوسيط من سقوط روما إلى فتح القسنطينية وثالثا مرحلة العصر الحديث تبدأ مرحلة العصر الحديث من فتح القسنطينية إلى قيام الثورة الفرنسية ورابعا تبدأ مرحلة العصر المعاصر رابعا العصر المعاصر تبدأ هذه المرحلة من الثورة الفرنسية من الثورة الفرنسية إلى يومنا هذا يعني ما زال مستمر يعني إلى اليوم بتاعنا هذا التمرين الثاني أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن مجد عندي مجموعة من العبارات أو الجمل وهناك عبارات خاطئة وعبارات صحيحة أنا رح نكتب قدم كل العبارة يا أما صحيح يا أما خطأ والعبارات الخاطئة وش رح ندير رح نصحح الخطأ يعني رح نصحح الخطأ إذا لقيناها في العبارة ونكتب قدم خطأ نحب دعو استعب العبارة الأولى عندي شهدت مرحلة التاريخ الحديث ازدهار الحضارة الإسلامية في كل مجالات الحياة صحيح أو خطأ قسم المؤرخون لمراحل تاريخية إلى خمس مراحل أو خمس مراحل صحيح أو خطأ يعتبر السفاقس من أشهر ملوك مرحلة التاريخ القديم صحيح أو خطأ كان تاريخ سقوط روم على يد القبائل الجرمانية سنة 476 ميلادي صحيح أو خطأ لآن نحن نرحل الإجابة الإجابة قال لي أول جملة شهدت مرحلة التاريخ الحديث ازدهار الحضارة يعني مرحلة التاريخ الحديث في هذه المرحلة ازدهارت الحضارة الإسلامية وهذا في كل مجالات الحياة يعني مجالات الحياة كامل اقتصادية سياسية هنا خطأ شهدت مرحلة التاريخ الوسيط ازدهار الحضارة الإسلامية في كل مجالات الحياة يعني لم تزدهر الحضارة الإسلامية في مرحلة التاريخ الحديث لا بل ازدهارت الحضارة الإسلامية وهذا في كل مجالات الحياة في مرحلة التاريخ الوسيط وليس التاريخ الحديث الآن قال لي قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى خمس مراحل المؤرخون قسم المراحل التاريخية إلى خمس مراحل هنا أيضا ورح نقول خطأ لأن المؤرخون لم يقسموا المراحل التاريخية إلى خمس مراحل بل قسموها لأربعة مراحل ثم قال لي يعتبر سيفاقس من أشهر ملوك مرحلة التاريخ القديم هنا صحيح سيفاقس هو أحد أشهر ملوك مرحلة التاريخ القديم وقال لي كان تاريخ سقوط روما على يد القبائل الجرمانية يعني سقطت روما على يد القبائل الجرمانية وهذا كان سنة 470 ميلادي أيذن هنا وشي حنقول لحنقول صحيح لأن روما سقطت سنة 470 ميلادي على يد القبائل الجرمانية التمرين الثالث التمرين الثالث قال لي أربط بسهم أربط بسهم هنا عندي مجموعة من العبارات أو مجموعة من الأحداث مجموعة من الأحداث الآن عندي من الجهة الثانية هذا الجهة الأولى من الجهة الثانية وش عندي؟ عندي المراحل التاريخية الأربعة عندي المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة هذا الأربعة ما راحل هذا الآن عندي أولا ظهور الثورة الصناعية يعني كل حدث راح نربطه بالمرحلة اللي حدث فيها عندي أول حدث اللي هو ظهور الثورة الصناعية ظهور الثورة الصناعية كان أو حدث في مرحلة التاريخ الحديث ظهور الثورة الصناعية يعني بدأ كما نقوله ثورة صناعية كما نقوله بدأت الصناعة تزدهر يعني بدأوا يتطوروا عندي ثانيا الكتابة الكتابة عندي حدثت أو مع اكتشاف الكتابة يعني مع اكتشاف الكتابة بدأت مرحلة تاريخ القديم يعني كي اكتشفوا الكتابة بدأت مرحلة التاريخ القديم عدنا مراحل ما قبل التاريخ والمراحل التاريخية كي ينزوج عندي مراحل ما قبل التاريخ ما معنى ما قبل التاريخ نقول ما قبل التاريخ كيف قبل ما يكتشفوا الكتابة نقول مراحل تاريخية معناها منك تشوف الكتابة وروح إلى يومنا هذا إذن عندي الكتابة هنا الكتابة عندي مرحلة تاريخ القديمة لأن عندي مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولد نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ولد في عامه هو صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل عام الفيل قلنا من 570 ميلادي أكيد إلى 571 ميلادي إذن هنا هو يعتبر حدث في مرحلة تاريخ الواسطة ونعرف بأن مرحلة تاريخ الواسطة تنتد من 476 ميلادي إلى 1453 ميلادي وهو ولد في عام الفيل يعني هنا عام الفيل قلنا ينتد من 570 حتى 571 يعني محصورة بيناتهم يعني في مرحلة تاريخ الواسطة إذن هنا جاوبنا على اللي بعدها قلنا من 476 ميلادي 476 ميلادي كان تاريخ سقوط روما و 1453 ميلادي كان من تاريخ أو كان تاريخ strawberries فتحة القصنطينية ولا سقوط القصنطينيين يعني إذا قال لكم فتحة القصنطينية ولا هي صحيحة وإذا قال لكم سقوط القصنطينية في إيد المسلمين هنا ثانية رح تكون صحيحة الآن قال لي الحربان العالميتان الحربان العالمية تامنا أكيد في مرحلة التاريخ المعاصر ونشأة الحضارة المصرية يعني الحضارة المصرية النشأة منتحة هنا نلاحظوا نشأة الحضارة المصرية كانت قديما يعني كانت في مرحلة التاريخ القديم الوضعية الإدماجية قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى أربعة مراحل المؤرخون قسم المراحل التاريخية إلى أربع مراحل رح نكتبوا فقرة نتحدثوا فيها على رابع مرحلة من هذه المراحل مع ذكري أهم مميزاتها وأهم شخصيات التي عاشت فيها رح نتكلموا على رابع مرحلة وهي أكيد مرحلة التاريخ المعاصر رح نذكر المميزات التحق أو أهم المميزات التحق ورح نذكر أهم شخصيات التي عاشت فيها إذن ها هو كي تعبير سنتكلمه فيه على مرحلة تاريخ المعاصر تعتبر مرحلة التاريخ المعاصر رابع المرحل التاريخية التي صنفها علماء التاريخ بعد مرحلة التاريخ الحديث وتمتد هذه المرحلة من الثورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي إلى يومنا هذا شهدت هذه المرحلة العديد من الاكتشافات العلمية والتطور التكنولوجي وكان أبرزها خروج الإنسان إلى الفضاء الخارجي وسياسيا عاشت الإنسانية أحداث الحرب بين العالميتين الأولى يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هذا أحد مميزتها وأيضا الإنسان قدر أنه يخرج للفضاء الخارجي وضهو الحركات التحررية كما قامت فرنسا باحتلال الجزائر وهذا كان سنة 1830 ميلادي وتمكن الجزائريون الجزائريون تمكنوا من استرجاع سيادتهم الوطنية وهذا كان سنة 1962 ميلادي ولعل أهم شخصيات الجزائرية التي عاشت في هذه المرحلة يعني مرحلة تاريخ المعاصر هو الأمير عبد القادر بن محيديني الذي يعتبر رائع له هو كان أحد أهم شخصيات لأنه يعتبر مؤسس دولة الجزائرية الحديثة وأيضا قام بالكثير من الأشياء لخلاته يكون واحد من أهم شخصيات الجزائرية اللي عاشت في هذه المرحلة وفي النهاية أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء أصدقائي مع السلامة